بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين نرحب بكم مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج أمر 14 في برنامج أمر 14 احنا دايما بنكون حرصين ان احنا نقدم لحضراتكم المعلومة نقدم لحضراتكم الإفادة نقدم لحضراتكم وصفات وإجابات وأسئلة مهمة جدا جدا تخص أمر 14 ومش شرط دايما يكون أمر 14 مهتم ومختص بالجنس اللطيف أو الوجه النسائي ولكن دايما كل الرجالة دايما تحب ان هي تكون في أحسن شكل وفي أبها صورة وده ما يقلش أبدا أبدا منهم بل بالعكس دايما احنا بنكون حرصين ان احنا نهتم بصحتنا نهتم بمظاهرنا الجيد وكمان نهتم بغذائنا وعلشان كده النهاردة كان لازم نستضيف قامة علمية كبيرة جدا متخصصة في مجال العلاج الطبيعي وهو الدكتور أمجد هزاع دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ورحب بيك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم تاني ونكمل موضوعنا اللي احنا هنبتديه النهاردة مع حضراتكم وهو متخصص في موضوع الأغذية الطبيعية وفوائدها الكثيرة والكثيرة جدا وأسرارها التي لا تعبد ولا تحصى النهاردة اخترنا موضوع مهم جدا وهو فوائد العسل الطبيعي لصحة الإنسان مش بس البشرة ومش بس الشعر ومش بس العظام ومش بس المعدة حاجات كتيرة جدا هنتفاجئ النهاردة بما اسمع كلام ومعلومات مهمة جدا من الدكتور أمجد هيقول لنا وهيفهمنا وهيعرفنا تفاصيل التفاصيل يكفي ان العسل في حد ذاته تم ذكره في القرآن الكريم ومما ان العسل تم ذكره في القرآن الكريم طبعا ما فيش كلام تاني ولكن دورنا بقى ان احنا نبحث ونعوم ونغوص في التفاصيل والأسرار الربانية في هذا الغذاء الرباني الطبيعي بدون اي تدخل للإنسان فوائد العسل يا دكتور يا ألف مليون مرحبا أستاذ محمد أهلا بحضرتك بداية بتقدم بالشكر لقناة الصحة والجمال وكافة العاملين بها وطاكم الاعداد والاخراج وكل من شارك في هذه الحلقة الطيبة الكريمة أهلا بحضرتك بداية عسل النحل يعني من الأغذية التي جاءت ذكروها في القرآن الكريم زي ما حضرتك والأحاديث النبوية ربا والأحاديث النبوية فعندنا من الآية كلنا نحفظ الآية الكريمة في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة الشراب وضعها كلمة مطلقة مطلقة لتفيد الشمول والعموم لكل الأغذية أو كل المشروبات أو كل المنتجات التي تخرج من بطون النحل وبالمناسبة فعلا هي تخرج كل ما يخرج من بطون النحل يخرج أوليا في سورة سوائل فإن وجدنا غزاء الملكات هنجده سائل من السوائل تمام عسل النحل سائل من السوائل سم النحل سائل من السوائل حتى الشموع تخرج في بدايتها في سورة سوائل فتخرج في سورة أشربة في البداية فالصورة الأولية لكل منتجات النحل تكون المنتجات الداخلية التي خرجت من بطونها وكلمة بطونها إن شاء الله هنتكلم فيها تفصيل تاني ولكن سؤال حضرتك سؤال كبير ينبغي قبل الإجابة على هذا السؤال ما هي فوائد عسل النحل أن أكون ببعض التفصيل البسيط فضل لتعرف من أين خرج عسل النحل فضل يا دكتور فكما نقول الإعجاز اللي موجود في سورة النحل كبير جدا 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 ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأوحى ربك إلى النحلي أن اتخذي من الجبال بيوتها ليه؟ أوحى ربك إلى النحلي ليه النحل؟ النحل هي كلمة جمع كله جمع تكسير ليه كلمة النحل؟ ولم تذكر وأوحى ربك إلى النحلاتي لأن جمع التكسير أعلى في الصيغة البيانية والبلاغية من النحلات اللي هي جمع مؤنس سالب هتقول لي يعني على كده أنت بتقول أن مجتمع النحل مجتمع أنسوي أقول لك نعم ومن الدرجة الأولى ومن الدرجة الأولى اليعسوب اللي هو ذكر النحل ليس له قيمة في الخلية تقريبا لا يقوم بجمع حبوب لقاح ولا بإنتاج عسل النحل ولا بإخراج غزاء ملكات النحل ولا حتى بلدغ أعداؤه بسم النحل ولا بإخراج شمع للنحل ولا له أي قيمة في الخلية غير شيء واحد بس عملية التلقيح ولذلك فهو كائن سانون كائن سانون فإما نيجي نيجي نشوف نلاقي النحل ربنا بيكلم مجتمع النحل وأوحى ربك إلى النحل جمع نحلة يعني الكلمة دي جمع لمؤنس مفردها نحلة وأوحى يا ربك يعني احنا نتكلم مع الأنسة أيوة أن اتخذي أن اتخذين مع حسف النون جزم يبقى أن اتخذي من الجبال بيوتا ديه الجبال أفضل أعسال هتجدي في الجبال أفضل تغذية لك يا نحلة هي النحلة ليه طلعت عسل النحلة كي تأكله وتتغذى به في أيام الجفاف يعني هي طلعته للقحت والجفاف ولكن هي حكمة ربانية فعلا حكمة ربانية فالنحلة بتأكل أيوة بتأكل زي ما هنقول بعد كده في الآية يبقى قلنا الجبال فالجبال الأعسال الجبالية أفضل أنواع الأعسال علشان طبيقة التغذية بتاعت النحلة نفسها بتتغذى على الأزهار اللي بتكون موجودة في الجبال ودي بيكون مفيش أي تدخل كمامي ولا أي حاجة إن برضو الأزهار دي حاجة ربانية بحتة يعني مفيش حد بيقوم عليها في الجبال جميل يا أستاذ محمد والأجمل إن لما تعرف إن الزهرة دي هتاخد منتجات الطربة أو هتاخد مكونات الطربة الجبلية بما فيها من المعادن الثقيلة فبالتالي بنلاقي شوية لون العسل الجبلي لون باكن شوية كهرمان شوية يعني أحمر مسمر شوية جميل فليه بقى طبيعة النباتات الجبلية وما فيها تختلف عن طبيعة نباتات الوادي جميل لو جينا نشوف عسل المراعي أو عسل بقى الزهرة الموالح بالزبط بيكون اللون بتاعه مختلف وفاتح عن لون العسل الجبلية لأن المعادن اللي موجودة في الطربة دي مش زي المعادن اللي موجودة في الجبال أكيد يبقى ما نيجي نشوف الآية الكريمة بتقول لي أنا اتخذي من الجبال بيوتا رقم واحد الأعسل الجبلي فعلا ومن الشجر بعد كده الشجر بقى ومما يعرشون ثالث حاجة فدي درجات طب أخذ من كلام حضرتك يا دكتور أخذ من كلام حضرتك علشان المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي عايز نوصلوا الموضوع بمنتهى البساطة من كلام حضرتك أجود أنواع العسل هو كده العسل الجبلي بالضبط يعني أجود أنواع الأعسل المفروض وأعليها قيمة وكمان أعليها سعرا موجودة في الأسواق العسل الجبلي وتحديدا الحضرامي بالضبط لا 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 كده حضراتك بتعمل دعاية الأهل لا ما بعمل وإحنا نفسينا نعمل دعاية أكتر وأكتر من أهل اليمن السعيد أحبابنا أنا أقصد يعني أن الأعلى قيمة والأعلى غزاء والأعلى في الفوائد بتاعته بيكون العسل الجبلي عموما هو عموما لا حضراتك ذكرت نقطة جميلة بالنسبة للأعسل كلما كانت البيئة استوائية كلما أردنا من خط الاستواء كان العسل أفضل وإنتاجه أسهل لأنها بيئة مزهرة طول العام طول السنة في رطوبة طول السنة في مطر مطر طول العام في حرارة طول العام فالجو ده بيبقى يساعد على إنتاج العسل ولذلك هنجد في اليمن أو في النسبة على العسل الكشميري كشمير أو العسل اللي هو منطقة زائير والمنطقة اللي هي الاستوائية بسرعة عامة نجد الأعسل هناك يعني سهلة الإنتاج وتنوع لكن لكل عسل في كل منطقة فائدة من الفوائد يعني ما أقدرش أن أنا أقول أن ده هو الطب في كل حاجة ولكن كل منطقة لها يعني كل عسل مهما كان طالما عسل حر طالما عسل إيه؟ حر ودي أهم نقطة آه طبيعي يكون طبيعي ما فيش أي ضفارة النحلة حرة فيما تأكل وتشهر جميل؟ طالما عسل حر يبقى خلاص اتفقنا أن العسل ده له قيمة وأقدر ضهيبه أو وكرنه مع أعسل من مناطق كبيرة جبلية ده هيقبل نوع معين من المرضى وده هيقبل نوع معين آخر من المرضى في حديث نبوي يا دكتور فيما معناه أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني يعني تفصيلة الحديث نفسها أن من الاستفادة بتاعته أن العلاج بيكون من خلال ثلاث حاجات رشحهم لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آه الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث شربة عسل أو شرطة بمحجن أيوة أو كيات بنار وأنا لا أحب أن أكتو بالضبط وفي رواية أخرى وأنا أنهى أمتي عن الكي آه تمام فهو طبعا شربة العسل هنتكلم عن الحجامة آه في موضعها ولكن احنا بنتكلم عن شربة العسل آه ذكر في القرآن بفوائد ذكر في الأحاديث النبوية بفوائد أيضا بالضبط إذن لازم نقف هنا هنقف علشان نقول آه العسل تحديدا آه اللي احنا النهاردة آه في عشرين عشرين آه في زمن الأوبئة آه والكورونا آه وكل المشاكل اللي احنا بنقابلها عايزين نرفع كفاءة الجهاز المناعة آه كل الناس بتدور على الفيتامينات دلوقتي آه كل الناس بتدور على الزنك كل الناس بتدور على الفيتامينات سي وخلافه آه العسل تحديدا ما هي الفيتامينات الموجودة في العسل طيب مناءة على أبحاث علمية طبعا طبعا هو الموضوع واضح وصريح ولكن العسل ترتبط الفيتامينات كل الفيتامينات موجودة في العسل يا حضرات كل أي فيتامينات تسمع عنه فيتامينات ألف فيتامينات بي بكل أنواعه موجود في العسل ولكن مرتبط بنسبة حبوب اللقاح المختلطة بالعسل تمام يعني كلما تم عمل سنتر فيوجن أو يعني احنا بنعمل حاجة اسمها تنكية للعسل تمام جميل النحل زي ما أنت حضرتك عارف ما البرواز بيطلع والنحل بتيجي تلاقي العسل ده متأفل مختوم في قلب البرواز ومتأفل به الشمع جميل فيبقى فيه أحيانا عايزين ننقي العسل ده من الشوائب اللي فيه ممكن تلاقي رجل نحلة دايبة حاجة فبيتعمل حاجة اسمها سنتر فيوجن يبدأ ننقي العسل من اللي فيه سواء بقى من شمع أو من حبوب لقاح أو من غيره فبتبدأ تكل قيمة الفيتامينات تخصيصا اللي حضرتك سألت عنها في هذا العسل فاللي بيدور على الفيتامينات من باب أولى أنا بقول له دور على حبوب اللقاح دور على حبوب اللقاح لكن العسل بيبقى ذائب فيه نسبة من تلك الفيتامينات ذائبة فيه أو مختلطة بيه لصحة اللفظة فيه بعض الناس يا دكتور بتبقى عايزة تاخد الفيت ده إجمالا بيجيب كمية عسل أي أن كان وزنها نص أو كيلو أو خلافه وبيضع عليها بعض المنتجات الأخرى المتخصصة والمرتبطة بالعسل برضو زي حبوب اللقاح زي أغزاء الملكات يعمل مركب كده من المنتجات الملكات زي البروبليس وهكذا كل المواد دي طبعا كل مادة فيهم اتعمل عليها أبحاث وطلع منها فوائد وطلع منها مواضيع كبيرة جدا ولكن بعض الناس بتعمل هذه التركيبة وبتاخد منها معلقة كل يوم صباحا وبيبقى اللايف ستايل بتاعهم أو بيبقى أسلوب التغذية بتاعهم اللي بيحبوا يعملوه صباحا هل معنى كده أن احنا بناخد الفوائد دي كلها مع بعضها دي طريقة صحة ولا غلط لا طريقة صحيحة طبعا ولكن لكل شيء تقنين لكل شيء تقنين يعني حضرك هتسأل دلوقتي سألتني سؤال عشان أنا نجاوب للسادة المشاهدين احنا دلوقتي هننقل بمركب جميل اقترحوا علينا الأستاذ محمد وقال إن احنا هنعمل مركب فبالتالي يا أستاذ محمد لازم نعرف السادة المشاهدين كم ما هي الكمية التي ينبغي خلطها وامتى ما نخلطش أكتر من كده وأكثر من كده قد يضر هو ده المعنى للفط الشارع خليك معي بقى يعني مثلا تحديدا عليه الصلاة والسلام تحديدا لو قلنا نص كيلو عسل جبلي خليها كيلو 1 كيلو عسل جبلي حلو نقدر نضيف عليه إيه؟ شوف بقى أول حاجة لا تزيد كمية المادة البدرة المادة المخلوطة على العسل أكثر من 30 جرام 30 جرام ليه بقى أنا بفضل أني ما تزيدش أكثر من 30 جرام يا حضرات على كيلو عشان ما نزودش الفواصل في العسل ليه يا حضرات؟ لأن يا أستاذ محمد العسل في مادة اسمها جلوكوز أوكسيديز تمام جلوكوز إيه؟ أوكسيديز تلك المادة التي تقوم بعمل أكسادة للسكر فتحول سكر الساكروز سكر الساكروز المتواجد في العسل وإحنا بنتكلم يا حضرات وإن حليم بقى يسمعوني في النقطة دي إحنا بنتكلم الكلمة دي تذكرها تذكرها مع العسل اللي هو العسل الطبيعي اللي بيحتوى على ساكروز إيه اسم محمد من 1 إلى 5% تمام جميل ده بكتير 5% إيه؟ مفيش حاجة يسمعها 5% إحنا بنقول يعني بالكتير أو إنما الطبيعي يا حضرات من 1% إلى بالكتير 2% ده النحل الطبيعي يا سبحانه يعمل نسبة ساكروز فالعسل موجود فيه طبيعيا وربانيا مادة جلوكوز أوكسيديز اللي بتحول الساكروز إلى جلوكوز ويخرج مادة جميلة أو معاكمة اسماها فوق أكسيد الهايدروجين هي التي تبقي على العسل حتى هذا اليوم يعني موجود في مقابر الفراعنة أو المصريين الكدماء عسل منذ ستة آلاف أو سبعة آلاف سنة لا يفسد لا يفسد ليه بقى يا حضرات؟ لأن موجود مادة جلوكوز أوكسيديز في العسل اللي بتحول الساكروز إلى جلوكوز ويخرج فوق أكسيد الهايدروجين تلك المادة المطهرة أو المعاكمة ده احنا منعكم بس رنجات جميل فوق أكسيد الهايدروجين يا حضرات المادة دي لا تعيش فيها الميكروبات درجة خموضة موجودة في العسل رهيبة جداً خمسة وستة من عشر مع مادة فوق أكسيد الهايدروجين تمنع نمو الكائنات الحية فين؟ في العسل فنما نيجي نشوف بقى في الحالة دي أي ميكروب عملوا دراسات حطوا ميكروبات زي التيفويد والدسنترية وبعض الميكروبات خطوها في العسل لم تعيش طويلاً في العسل منها اللي مات خلال أربع ساعات منها اللي مات تمان ساعات منها اللي مات في اتناشر ساعات اعجاز رباني اه طبعاً اعجاز رباني نرجع دكتور للكيلو العسل هنحط عليه أنا بفتح للجاية إجمالي 30 جرام أنا معاك بس لازم يفهم السادة المشاهدين ايه اللي أنا بقوله الناس مستين القلم ومستمينها يكتب لا اكتبوا اللي أنا بقوله أهم شوف يا أساس محمد احنا بنقول دلوقتي ليه مادة فوق أكسيد الهايدروجين وعمل أقول الكلام ده ده رسالة موجهة للنحالين اللي بتغزي العسل ويدونا العسل بساكروز 60 و 70% يعني سكر يعني ما ليش قيمة أنا بتكلم دلوقتي على العسل الحر على العسل الحر العسل الطبيعي جميل العسل الطبيعي اللي بتكلم فيه هنحط 30 ليه لأنه ما يتحملش إنك إنت تعمل فواصل أكتر من كده في العسل فتضعف منعة العسل يعني إيه هضعف منعة العسل يعني إنت دخلت غازات كتير جوه العسل وبالتالي أي مكروب هيدخل ويعيش ويتسلطن جوه التركيب طيب فالفايدة لا تكاد تسكر في هذا الوقت فايدة العسل هتبدأ تقل بل قد يتخمر المركب اللي انت عامله ودفعت فيه 300 و 400 هيتخمر المركب اللي انت دفعت فيه المالك لأن انت عملت فواصل كبيرة في العسل فأدى ذلك إلى فساد العسل طيب إما نيجي بقى نتكلم فيه الكمية اللي احنا قلناها قلنا 30 جرام بحضة أكثر طب نحطه فيه التلاجة ولا نحطه بر طبعا التلاجة بتوقف شوية التفاعلات اللي هي التخمر اللي ممكن يحدث أو أو هنقف عن التفاعلات الدكتور وناخد اتصال تفضل بعد إذن حضرتك ومعنا اتصال يا سيستامر تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتشرف باس باسم حضرتك ممكن أكلم الدكتور اتشرف باسم حضرتك الحجة فاطمة الحجة فاطمة ايه تفضلي يا حجة فاطمة الدكتور معاك لو سمحت دكتور انا عندي سكر ايه ينفع أخذ مثلا عسل نحل على مية في الصبح عريق أو أو مثلا على حاجة يعني حاضر على زبازي أو كده ولا كل يوم يبقى ولا ما ينفع لا عندي هجاوبك بالتفصيل حالا سؤال وهم جدا للحجة فاطمة سؤال تاني حجة فاطمة تفضلي والبرتمان البرتمان هذي العسل المالية السوبر ماركت دي ده سمعت ان هو عسل سكر معقود وكده يعني مش عسل نحل سكر معقود محنا علشان كده حجة فاطمة نكلم عن تفاصيل الموضوع بنتكلم عن فوائد اه معنا اصلك فتحت التلفزيون متأخر ابنك الاخير اسمه يا حجة فاطمة حمادة اسمه حمادة هو قده لسكر معقود يا حجة فاطمة شكر يا حجة فاطمة نرد على حضرتك طبعا ده السؤال مهم جدا يا دكتور ودي من ضمن الأسئلة اللي منجهزة لحضراتك ولكن حضراتك يعني أسهبت في الشرح وفي التفاصيل وانا دايما بحب أستمع زي زي المشاهد علشان ناخد الفوائد كاملة ونستفيد من حلم حضرتك حضر فوائد العسل لمريض السكر وامتى يقدر ياخده وامتى ما يقدرش حضر طبعا سؤال جميل جدا ولازم تكون الحجة فاطمة عارفة انها كمريض السكر لازم نختار نوع العسل الجيد نوع العسل الجيد فبالتالي لازم تتحري اللي تجيب منه العسل وأنا يعني في النقطة دي هقولك حاجة من الاثنين يا حاجة فاطمة يا الخبرة يا الأمانة بالضبط يا الخبرة يا الأمانة أنا بزعل أول من الناس اللي بتقول مفيش أمانة خلاص روح المعامل بقى حل لي السكر ده في المعامل لكن لو قلنا ان احنا ضيعنا الأمانة بينا فدي كلمة كبيرة كلمة كبيرة جدا لا يا حاجة فاطمة والله الأمانة موجودة ولو جيت الحسين أو عبيدة هتلاقيه بيعملك بأمانة العسل ده مش جيد لك يا مريض السكر لا خد العسل ده ده عسل طبيعي لا ما فيش فيه تغذية لا الأمانة موجودة فيه أنواع مخصصة للمرض السكر دكتور بالنسبة للعسل طيب دي بقى رقم واحد إحنا ما إحنا كل الأنواع تقدر تاخدها ما هو فيه أنواع بيكون السكر بتاعها أو السكروز فيها عالي زي ما حداك قلت فده يعلي السكر مع مريض السكر شوف يا أساس محمد أول حاجة العسل ثابت في تركيبه أيّا كان المكان اللي حضرتك جبته مني تمام وأيّا كانت الظهرة أو السمرة تمام احسب معايا بقى العسل يحتوي على 30% من 30% لـ 35% جلوكوز تمام 40% فاركتوز تمام 1 إلى 2% سكروز وبسيط قليل 3% من السكريات الأخرى والباقي معادل منرالز وفيتاميز إلى آخره بقى جميل وأحمد أمانية وأحمد أمانية وكل حاجة موجود مركز حتى يعني العسل يعني معقد جدا جدا فيه تركيبه حتى إن أحد العلماء اكتشف إن فيه كمية من الراديوم عنصر الراديوم المشاع العسل اللي هو بنستخدمه في علاج السرطانات جميل طبعا الأبحاث الأمانية موجودة بكسرة في البابلش دي ميديسين أو لو حد دخل مثلا على المواقع الطبية اللي نشرة الأبحاث الطبية زي باب ميد مثلا هنلاقي هنلاقي يعني كمية الأبحاث المنتشرة في العسل سيستماتيك ريفيوز منشورة أكتر من يعني هتشوف في موقع زي ده أكتر من عشر تلاف بحث يا حضرات هتشوف أكتر من عشر تلاف اللي بيقول الناس اللي بتتكلم عن العسل دايما وتقول ما ده مجرد علاج تغزوي نقول له حضرتك لم تكرأ والله أنا شك أنك تعرف اسم العسل بالانجليزي عشان أنت مدورتش فيه خالص اكتب هاني سيرابي هاني سيرابي العلاج بالعسل ودخل وتفرج على اللي موجود هتلاقي العسل أنتي بكتريال هتلاقي العسل أنتي فانجل هتلاقي العسل أنتي فيرال هتلاقي العسل بيشارك في كل شيء اسمحة العسل اللي عايز يخس هيلاء العسل بيساعده على التخصيص هتلاقي دراسات أكسون بالله منشورة معاً تأثير العسل بالليمون في التخصيص بيعمل بيرفع الميتابوليزم احنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين أن فيه حاجة اسمها علاج مباشر وحاجة اسمها علاج مساعد يعني سانوي سانوي يؤدي إلى الرئيسي مساعد يؤدي إلى الرئيسي جميل الجندي اللي بيحارب في الجيش ده مش هو يعني يعتبر سانوي ولكن أنا بعتبره زيه زي القائد لأنه نصر القائد من خلال الجندي جميل فبالتالي احنا بنقول الحاجات السنوية أو الحاجات المساعدة هي حاجات محفزة أو أساسية طب عايزة أخذ من خبرة حضرتك يا دكتور أنا آسف بالمقاطعة ولكن الحاجة فاطمة عادة مستنيه عايزة تمسك الإجابة طيب هو النهاردة نقطع نقول الدكتور أمجل عايزين نقول عايزين نقول أن دي الإجابة حاجة فاطمة 1, 2, 3 غير كده العسل ده مش طبيعي حاضر يا سمحام ولكن دي الإجابة دي الإجابة اللي هي هتوصل المشاهد لليقين في العسل دي الإجابة اللي هتخليها تستمر على أنها تاخد العسل تمام أول شيء تتحرى المصدر جميل جبنا عسل جيد هل العسل اللي موجود في المحلات ده سكر معقود لا مش سكر معقود منه الصالح ومنه الطالع في الحلو وفي الوحش بالزبط قلنا حاجة متنين يا نعرف بالخبرة يا نعرف بالأمان في أي طريقة من خلال خبرة حضرتك الدكتور نقدر نعرف منها لا كل الطرق غير صحيح كل الطرق غير صحيح كل الطرق اللي تعرفها هنجيب معلقة وهنعملها في مية وهنشوف البلوي لا مش صح هنولع ونشو لا مش صح دي مقاييس بتقس الرطوبة بالزبط بتقس إيه؟ رطوبة العسل طيب إجابة مختصرة عشان أنت نفسك في إجابة مختصرة لحاجة فاطمة وأنا أحب الإجابات العميقة عموما حاجة فاطمة حضرتك العسل مفيد جدا جدا لك للتهاب الأعصاب اللي بيحدث بسهولة مع مرضى السكر مهم جدا عايز أقولك يا حاجة فاطمة إن العسل أخف من العيش اللي بتاخديه كل يوم إنت حضرتك بتكلف الفطار بغيف عيش كله نشويات ده العسل أخف منه بكتير بكتير يعني تخيل على الجهاز الهضم طبعا العسل فاركتوز الفاركتوز ده ملوش علاقة بك أصلا 40% من العسل ملوش علاقة بالحاجة فاطمة خالص كامريض السكر فاركتوز يتعامل مع الكبد ده حاجة تانية وطبعا مهم طالما هتاخد العسل إنك تعمل رياضة ده مهم جدا ده الحرق آه لو هتقول لي ده أنا قعيدة أقول لي أعمل تمرين إيه حتى دامبلز ماشي في البيت آه عمل أي حاجة نطلع السلم مرتين ثلاثة سلم إيه ده أعمل رياضة حتى لو أنت قاعد في السلم بتاعك تمام مهم جدا إن هي زي ما قلنا إن العسل مهم ليها طب أخده كشراب شربة ولا أخده دايريكت والله لو ما فيش أي اضطرابات في المعدة خديه دايريكت خديه واحدة واحدة ولكن اجعليه في الفم فترة أطول فم يدوب آه يدوب في الفم فترة أطول طب أنا خدته ملعقة ذائبة في الماء باعتبرها إنها شراب للعسل كشراب يبقى أفضل وأفضل ولكن ناخده مصا حتى حتى كده يعني ما نبلعوش على طول آه يعني مرميش آه يعني أخلي الجسم يمتص منه من خلال الفم قدر المستطاع اللي هي المواد المحفزة اللي موجودة في العسل آه يبقى احنا كده بنتكلم عن يبقى احنا كده آه بيقول الحاجة فاطمة بالنسبة لمرضى السكر مهم ليها جدا جدا كمريضة السكر آه وسؤال الحاجة فاطمة أخده ولا لأ بقول لها دا أنت لازم تخديه لأنه مضاد لكل الالتهابات اللي بتحدث في مرضى السكر ومنشطة ولكن تحر ينوع العسل أيها أيها نفس الوقت قال ليه لوجبتك يا حاجة فاطمة يعني حضرتك بتاخدي رغيف خليه نص رغيف خليه ربع رغيف وخدي ملعقتة العسل دي تطيب عن نفسك وتساعدك وتنشط الدورة الدموني تمام يا دكتور احنا كده رضينا على حاجة فاطمة ولكن حضرتك وانت بتشرح الموضوع قلت أن العسل بيفيد في التخسيس آه عن طريق أن احنا بمضيف عليه ليمون آه أنا بحب أدور في التفاصيل أنت عايز تاخد مني على مزاجك يا أستاذ بحمد لا حضرتك قلت معلومة أتفضل أتفضل ولكن أتكلم على مزاجك لا احنا عايزين بس نقول الوصفة دي سريعا آه طيب يعني لو حد سمع حضرتك عايز يستخدم العسل في التخسيس للتخسيس آه الموضوع بسيط جدا شوف حضرتك هياخد ملعقة من العسل وده مشكلة شفت أنا عايز أشرح ليه عشان يعرف هياخدها ليه تمام يعرف هياخدها ليه مشكلتك ليه أنا بقول لك لازم تاخد العسل أثناء التخسيس هشرح ديه الأول تمام فضل لأنه هو محتاج يرفع الميتابوليزم مين أكتر حاجة نشط الدورة الدموية وتخليها سروخ في الجسم العسل عسل النحل تمام عسل النحل منشط للدورة الدموية يؤدي إلى زيادة يرفع نسبة الميتابوليزم تمام اللي هي نسبة حرق الدهو مشكلتك إنت أثناء التخسيس اللي عايز تخس أول ما يبدأ التخسيس شوية كده تلاقيه هبط وبدأ يدوخ وفيش طاقة وشوية تضربط نفسية بقولك اللي تضربط نفسية العسل فيه مضادات للاكتئاب مليان بي واحد وبي ستة وبي اتناشر تمعايا كلها مضادات اكتئاب فبالتالي أنت هتاخد مادة مضادة للاكتئاب هتساعدك هترفع الميتابوليزم لأن كل ما ازددت اكتئاب كل ما قال للميتابوليزم جميل قال لتحرق الدهو طيب إيه كمان أثناء التخسيس بتلاقي عندك هبوط في الدورة الدموي العسل بيساعد على رفع الضغط ينشط الدورة الدموي أحيانا لما نيجي واحد هبطان إيه اللي نعمله له واحد حلو بقى يبقى ندينه مية بعسل طيب يبقى أنا كده أول شيء إحنا عندنا مشكلة أثناء التخسيس بتحدث لأي واحد طب إيه في أخطر من كده واحد بيبدأ يخسس محمد أسبوعين كده وتلاقي عنده امساك ويقول لك أنا خلاص هدخل في البويسير بسبب الرجيم أقول له لأنك ما خدتش عسل تعرف لو كنت أخدت عسل افتكر معايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زادت استطلاقا لما خد العسل لقد زادت اه ايه ده بقى ده شغلة على البكتيريا العسل بيساعد على إصلاح طبقة المايكروبيوم اللي هي طبقة البكتيريا المحيطة بالقولون فبالتالي العسل اللي انت هتاخده هيبقى يصلح عملية الإخراج فبالتالي مش هتدخل في امساك تعال معايا بقى وخد الوصفة بعدما انت فهمت ليه أنا بقول لك خد العسل خد كالتالي هتاخد ملعقة عسل حر صغيرة واتحط عليها نقطتين تلاتة لمون تلات مرات في اليوم او خمس مرات في اليوم لو عايز تزود الحرقة اكتر واكتر يبقى ملعقة عسل او نص ملعقة عسل بنص لمونة كده عسل حر لازم يكون حر تمام طب لو هتقول لي مفيش حر احنا في موسم جفاف وكل العسل اللي قدامي متغزي اخد ولا اخد سكر اخد عسل طبعا خد عسل لان حضرتك قلت تركيبة العسل كلها واحدة دخل البطن المباركة اللي ذكرت في القرآن الكريم وخرج فعلا دخل وخرج يا حضرات العسل ده على فكرة أنا عايز اوضح للناس ان العسل معمول له معدة خاصة في بطن النحلة مش براز النحل يا حضرات النحلة تتبرز مش تتبرز العسل لا لها اخراج ولكن العسل تأخذ الرحيق فيدخل الى معدة مخصصة لانتاج العسل تبدأ تعمله عمليات انزيمية وتبدأ تحوله الى تركيبة العسل التركيبة العظيمة جدا جدا الممتلئة بكل هذه المعادن والهيتامينات والانزيمات الانزيمات الكبيرة اخد حضرتك دكتور روح سهاج معنا مصيف من سهاج اهلا وسهلا بحضرتك تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وعحمة الله الدكتور مع حضرتك تفضلي ماشي الوقت تفضلي عندي سكر والسكر تايب يعني عندي على طول اه وعندي كولون عصبي على طول اي ماشي الوقت البكتيريا النافعة في القولوه ده رقم واحد قلتي لي بتشتكيلي من هبوط قلت العسل منشط للدورة الدموية العسل اخده ولا لا كمريضة سكر ايوة قلت تاخده بس تحرى العسل قولي بقى السؤال الجديد يا ست الكل عند حضرتك اسئلة تانية الموسيف شكرا الموسيف في القطة قطع والدكتور بيجاوب في نفس الاطار اه يعني هي تكلمت عن الانيميا يا دكتور وتكلمت عن القولوه العصبي وتكلمت عن السكر اه وحضرتك برضو فعلا في خلال الشرح كان الاجابة وافية في هذا الوقت بالزيادة ان الالتهابات اللي بتاعته سمع مرضى السكر اه بنقول ان العسل مضاد للالتهاب العسل مضاد قوي جدا للالتهاب فبالتالي اموسيف هتستفاد استفادة كبيرة جدا من خلال عسل راجع الحلقة ان شاء الله لما تترفع قبل ما تكلمين على طول هتلاقي الاجابة كنت انا بتكلم فيها موسيف بالزبط نرجع تاني يا دكتور مرجوعنا لفوائد العسل العامة بالنسبة لكل الناس وكل المشاهدين ولكن السؤال هنا الاطفال عارف انا فتحتك الموضوع وقفلته اه انا اسمحان المفترض بقى لما توقفت من سؤال تقوم دون وفكرني فيه لان انا كم انا واسك ان فيه مشاهد قاعد قدامي نفسكم انا كمل احنا كنا بنتكلم عن الوصفة الاساسية او الكيلو العسل اللي انا نحط عليه 30 جرام من اول تمام وحضرتك شرحت الموضوع ده بشكل وافي بعد كده دخلتنا لحاجة فضل نكمل نرجع انا عايز ارجع على اول حلقة اكمل اعجاز العلم في الكرناح دي اصل الموضوع ده كبير جدا ده عايز 3 اربع حلقات لوحده نقفل لنا موضوعين ثلاثة حلو اول مع حضرتك طيب نكمل الوصف الجميل نكمل الوصف الاول شوف يا اسمحان قولنا للسادة المشاهدين 30 جرام ومكملناش تمام 30 جرام يا حضرات يبقى منهم هنخط انا عايز في النهاية احط 30 جرام طب انا هتصرف ازاي مع الكلام ده هبدأ ان انا احط الاهمة فالمهمة فالاقل اهمي تمام ما هو الاهم اللي يمكن خلطه على العسل اهم شيء يا حضرات البروبليس 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 اللي هو ايه صمغ النحت اللي ناس تانية عارفينه باسم العكبر في الدول العربية او الاكبر زي ما تسمونه البروبليس يا حضرات عندي بيبدأ طبقا للأبحاث الألمية من اول 6 جرام لكل كيلو تمام من اول 6 جرام بروبليس لكل كيلو تمام شوف بقى حضرتك عايز تحط قدين حط 6 جرام حط 10 جرام حلو او يعني اخرنا من 6 ل 10 حلو او 10 جرام كده فاضل معانا 20 20 بودر طب مين اللي ممكن اخلطه انا مش حسبه غزاء ملكات النحل ده علشان بيكون سائل او يعني الخامة بتاعته بيكون ولا بودر اه بالظبط ولا لا هو يعتبر سليوشن اه بالظبط جميل هو بيبقى تقل شوية جلي اه بالظبط هو حتى بيسمى بالانجليزي ريال جلي اه بالظبط ريال جلي فهو نعتبره جلي او محلول هنضيفه على العسل يبقى احنا نقدر ناخد كم يا قسي محمد ناخد كمان 10 جرام عشرة جرام يبقى كده تركيبة مؤثرة طبقا للايه للأبحاث اللي عندنا تمام يبقى عندنا اه نقدر ناخد على فكرة ممكن نزود يعني احنا ممكن ناخد في اليوم في اليوم ناخد بالظبط عشر وحدات عشر ايه وحدات وتكرر عدة مرات يوميا لوحدهم ولكن تأخذ تحت اللسان ده بالنسبة لغزاء الملكات غزاء الملكات لوحده لوحده واحد عايز يستفيد بيه لوحده كفائدة مهمة جدا للكبد مضاد لتهابات الكبد مضاد لتهابات البرستات مقوّل جنسي من الدرجة الاولى اه يعني ارجع للحاجات الطبيعية الربانية دي بس هو طعمه برضه بالنسبة يعني مش اي حد يقدر يستصغل وحده ده كل النسبة بالنسبة غزاء الملكات بقبا فيه سنة روعة مرارة اه مرارة اتعود يا بيه مش لازم كل حاجة في الدنيا انا متكلمش علي انا متكلم على اللي ممكن عايز ياخده لحاله عشر وحدات وحنا قلت يتكرر اكتر من مرة لا يتعود ده فيه عشاب يا حضرات انا احب اجيبها برضه في الحلقة دي اه اذكرني بقى بدان بذكرني المرارة انا هقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خيروا ما يتدويتم به الحجامة والقسط الهندي بالضبط القسط الهندي مين القسط الهندي ده شوشينه فان النعمة لا تدوم شوية مرة لما حد بيتكلم في موضوع المرارة او الطعن يا دكتور بالنسبة للأعشاب او بالنسبة للأدوية دايما بيكون رد بتاعي كل الأدوية فيها مرارة اه طبعا فزي ما بنقبل أدوية كيميائية او أدوية ماتتوبة في الصيدلية او الدكتور كاتبها لي ايه ده دي عوش بابر من قديم الزمان يا سبحان مات كلمة مرن علقم سمعتها اول ما سمعتها في ايه يعني دايما بنسمعها في العموم لا بتسمعها في الدو دايما سمعناها من صغرنا هذنا الدواء مروا علقم مروا علقم وكل الأدوية ايه المانع من شوية مرارة كده في غزاء الملكات يا سبحان في دقيقة يا دكتور عشان الوقت بتاعنا خلص انا آسف مع يعني منشار تعريض نكمل التركيب في دقيقة في دقيقة نقول للناس التركيب 10 جرام كمان غزاء ملكات مع 10 جرام بروبليس مع كده ممتاز جدا طب حبوب اللقاح نضفها على العسل لا انت محتاج حبوب اللقاح كتير شوية خليها في برطمان خارجي تاخد منها ملعقة مع ملعقة من التركيبة اللي عملناها مع بعض يبقى كده ممتاز جدا جدا يبقى احنا بنحط 10 جرام بروبليس 10 جرام غزاء ملكات فضل لنا 10 جرام لا مش 10 جرام بقى هناخد ملعقة صغيرة من حبوب اللقاح عشان تكون كافية للجسم تكون كافية للجسم وناخد التركيبة الجميلة دي كمناعة في ايام كورونا اللي احنا فيها دي هتقول لي ازاي مناعة هقول لك عامل مساع اكتيفيتور اكتيفيتور جميل فيساعد عنشاط دورة دموية يدي للجسم مقومة ينشط الفولاتيلز في الرئتين فلما لو لا قدر الله حد قصيد يعد بسهول ان شاء الله بإذن الله كلنا يكون لنا نصيب من هذا الموضوع اللي بيرفع كفاءة جهاز المناعة ويكون حقص صد قوي لكل الفيروسات ومش بس تحديدا الكورونا نشكل حلقة كتير جدا دموية أم جد وتوعدنا احنا فتحنا موضوع كبير ألف مرحب انا كنت بحاول ان انا يعني ايه اخب من المحضرتك كتير في الحلقة الصغيرة دي ولكن الموضوع احنا فتحناه ومستمر فوائد عسل كتيرة يعني منتجات الاعسال عموما والمرتبطة بالعسل كتير جدا وليه فوائد كتير جدا ولكن الحلقة مش هتسع كل ده بتوعد ما حضرتك على هوا ان احنا نكمل الموضوع بتاعنا ده علشان نقدر نوصل كل المعلومات للسادة مشاهدي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وبنشكر حضرتكم على حسن المتابعة وانتظرونا في حلقات كتير جدا هنتكلم في كل ما يهم صحة الرجل والسيدة ومش بس أمر 14 تتاني بكرره وبقول مش مرتبطة بس بالوجه النسائي ولكن أمر 14 مرتبط بصحة الإنسان بوجه عام سواء كان رجل أو سيدة شكرا جزيلا لحضرتكم ربنا يخليك يا دكتور حضرتك اللي بنوارنا وامر 14 كمان في برنامج أمر 14 مشكر حضرتكم جدا كان معكم محمد إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لحضرتك 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 اشتركوا في القناة